العسمة العقلية أنني أريد زوجتي ولا أريد التخلي عنها ومهما كانت الظروف ومهما فعلت سأظل متمسكا بها ولن أرضى بزوجة أخرى غيرها تشاركني حياتي وهي زوجتي للأبد وضع الزوج الورقة في ظرف وسلمها لزوجته وخرج من المنزل غاضبا حتى لا تشعر بشيء وعندها شعرت بالذنب لارتكابها هذا الخطأ وتسرعها في طلب الطلاق فالزوجة في ورطة الآن أين تذهب وماذا تقول وكيف تم الطلاق هذه الأسئلة جعلتها في دوامة وحيرة من أمرها عاد الزوج فجأة إلى البيت ودخل إلى غرفته مسرعا من غير أن يتحدث بأي كلمة فلحقت به زوجته وطرقت عليه الباب فرد عليها بصوت عال وبغضب ماذا تريدين فقالت له الزوجة بصوت منخفض وخائف أرجوك قم بفتح الباب أريد التحدث إليك ثم قرر ماذا تفعل وبعد تفكير من الزوج قام بفتح باب الغرفة ليجد بأن زوجته حزينة وتسأله أن يستفتي الشيخ لأنها نادمة كل الندم على فعلتها وهي لا تقصد ما قالته فرد عليها الزوج هل أنت نادمة ومتأسفة على ما حدث فأجابته الزوجة بصوت منكسر نعم والله إنني لم أقصد ما قلت وأنا نادمة كل الندم على ما حدث بعد ذلك طلب الزوج من زوجته بأن تفتح الورقة وتنظر إلى ما بداخلها لتحكم ماذا تريد وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فقامت بفتحها ولم تصدق ما رأت عيناها وغمرتها الفرحة وهي تقرأ الورقة فقامت إلى زوجها وقبلت يديه وهي تبكي والدموع تتناثر من عينها وتقول بحرقة كادت حياتي تنتهي بكلمة سيئة ثم بدأت من جديد بكلامك الجميل في الرسالة والله إن هذا الدين العظيم لأنه جعل العصمة بيد الرجل ولو جعلها بيدي لكنت قد طلقتك عشرين مرة فقال لها الزوج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدق وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا شاب صيدلي تخرج حديثا من كلية الصيدلة بإحنا الجامعات الإقليمية وكان أمل وحلم أسرته الريفية المتواضع فقد باع أبوه قطعة الأرض الزراعية التي كان يمتلكها وأسس له صيدلية لكي يعمل بها وبعد مضي ثلاث سنوات على عمله بدأ يتردد عليه بعض الشباب الفاسد يطلب منه أقراص مخدرة ومهدئات من نوع خاص وأغروه بالمال وللأسف وافق على بيع مثل هذه الأقراص الممنوعة لهم بأضعاف ثمنها ثم تحولت الأمور إلى صداقة بينه وبينهم وأقنعوه بمشاركتهم في خوض تجربة الإدمان وأصبحت الصيدلية سيئة السمعة ولما علم والده بذلك قرر بيع الصيدلية وتم إيداع الإبن الصيدلي المدمن إحدى المصحات النفسية للعلاج لكنه لم يمكث سوى أسابيع قليلة وخرج منها وعاد إلى حياته السابقة واضطر والده إلى طرده من المنزل ولم يجد الصيدلي أمامه سوى العمل بأحد المطاعم لكي يضمن مكانا للإقامة والمبيت داخل المطعم وتدهورت حالته الصحية وبدت مظاهر الفقر والحاجة تظهر عليه حتى تم ضبطه بواسطة الشرطة مع شلة الفساد وهو في حالة إعياء شديدة جعلته أشبه بالمتسولين أكانت وللأسف النهاية المحتومة دخوله السجن ثم إداعه مستشفى الأمراض العقلية بعد خروجه من السجن لعودته للإدمان مرة أخرى تلك كانت مأساة من الواقع لقد استسلم هذا الشاب للمعصية وارتكب ما حرمه الله وما حرم الله شيئا إلا وكان فيه فساد للحياة وضياع للمستقبل ونهاية مأسوية لا يرتضيها لنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يثيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ذهب عامل فقير إلى الصيدلية وقال للصيدلي هل لديك مرهم للأسمنت؟ فضحك الصيدلي منه ساخرا وقال له نعم لدينا ولدينا مرهم للحجر وللحديد هل تريد نوعية ممتازة مستوردة أم نوعية عادية مصنوعة في البلاد؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ فقال الرجل مسرورا وكأنه قد وجد كنزا أعطني النوعية الممتازة المستوردة رد عليه الصيدلي وبنفس السخرية إنها غالية جدا أقول لك ذلك مقدما ثم على صوت الصيدلي بالضحك فرفع العامل يديه أمام الصيدلي وقال له إني عامل أعمل في المعمار وقد علق الأسمنت في يدي كما ترى ولا أستطيع أن ألمس وجه ابنتي الصغيرة لكي أداعبها لأنني أخشى عليها من تأثير هذا الأسمنت على وجهها فأنا لا أنام حتى أحتضنها وأقبلها فلمسي لها يمنحها سعادة قوية ويحفزها للنجاح فكثيرا ما كانت في ضيق شديد بسبب زميلاتها من الأغنياء وقدرتهم على ارتداء أغلى الملابس ولكن عند عودتي من العمل وجلوسي واحتضاني لها كان ينسيها كل ما يضيقها وتعود لها ابتسامتها ومداعبتها فأرجوك إذا كانت النوعية الممتازة المستوردة التي لديك تزيل هذا الأسمنت فأعطني إياها وسأتدبر ثمنها في هذه اللحظة تجمتت الضحكات الساخرة للصيدلي على شفتيه ورأى نفسه صغيرا كما لم يرى نفسه من قبل وتذكر كيف يتعامل مع أبنائه بغلطة وقسوة حتى أنه لم يحتضن أطفاله منذ زمن ولم يدللهم ولم يحن عليهم أبدا لذلك ابتسم للعامل وأعطاه كريما يزيل تشققات اليد ويعيد نعومتها ولم يأخذ منه ثمنه وقال له لقد علمتني درسا غيرني كثيرا وجعلني أشتاق لمداعبة أولادي وجعلتني أؤمن تماما أن الفقر فقر القلوب وليس فقر الجيوب وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرا ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا اتصلت سيدة عجوز ببنك الطعام تطلب حضور مندوب لاستلام خمسة بطاطين تبرعا منها لصالح ضحايا السيول وتركت عنوانها بالتفصيل وصل مندوب البنك بصعوبة بالغة إلى مكان إقامة السيدة العجوز فوجدها عجوزا أكثر مما تصور هزيلة أكثر من أي توقع بسيطة أقل من أي فقير تسكن غرفة صغيرة تحت بئر سلم واستقبلت موظف البنك باشتياق شخص يبحث عن ضوء في عتمة أصرت على أن تعد له واجب ضيافة وهو كوب من الشاي كان الموظف الشاب يشرب الشاي وهو يراقب عروق وجهها تنتفض وهي تحكي منفعلة وكان مندهشا تصرخ في وجعه لا تتعجب نعم أنا فقيرة لكن هناك من هم أفقر مني أنا أحصل على معاش زوجي المتوفي رحمة الله عليه ثلاثمائة جنيه اشتريت بمائتين وخمسين هذه البطاطين وسيدبر الله الأمر حتى آخر الشهر بالخمسين المتبقية غرفة لا تتسع أكثر من شخصين سرير صغير يتحمل بصعوبة جسدها النحيل لمبة في السقف وتلفاز بإريا المعلق على شباك المنور تلفون جوال قديم يبدو أنه نافذتها الوحيدة مع الحياة وابتسامة دافئة كبيرة تكشف عن زمن بعيد لم تعرف فيه أبعد من هذه الغرفة ومن هذا المكان قال الموظف لكن يا حجة كريمة أنت أولى بحق الخمس بطاطين فقالت له يا بني ما شاهدته في التلفاز يمزق القلب ناس عارية ملقات في الشوارع من غير بيت ولا غطاء أنا سترني الله في غرفة أغلق بابها علي وأنام في دفئها هم ليس عندهم غرفة ولا باب ذهب الموظف بأغلى خمس بطاطين إلى مقر بنك الطعام وحكى لهم ودموع كثيرة في عينيه قصة الحاجة كريمة كرمها الله وكبرياؤها وكريماتها البريئة الحقيقية هذه السيدة التي لا تخاف الفقر ولا الجوع ولا البرد ولا المرض ولا الموت تحب الله وتعيش في أمانه اقترح زملائه أن يقدموا معاشا شهريا معونة عاجلة البحث عن شقة صغيرة لها سرير أكبر ثلاجة بها طعام لكن موظف البنك الذي ذهب لها قال لهم بثقة من عرفها عن قرب إنها سترفض كل شيء ولكن بعد إلحاح أصحابه بأن يذهبوا لها بشقة صغيرة وثلاجة وسرير أكبر وافق على اقتراحاتهم وبعدما جهزوا لها كل الأشياء ذهبوا إليها فلم يجدوها وعندما سألوا عنها وجدوها قد ماتت وكان هذا التبرع الكريم حسن الخاتمة لها لتلقى الله عز وجل بهذا الكرم العظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه ومعنى ينسأ له في أثره التوفيق للطاعات والبركة في عمره رواه البخاري ومسلم ترجمة نانسي قنقر